رغم التحذيرات الأمريكية من توسع نفوذ روسيا في أفريقيا وليبيا إلا أن نشاط موسكو بات أكثر وضوحاً على الأرض في البلاد وتحديداً في المنطقة الشرقية كل العيون على فاغنر هو اسم موقع أوروبي يرصد في تحقيق استقصائي تحركات موسكو التي غيرت هيكلية شركتها الأمنية الخاصة سيئة الصيت في النقاط الساخنة بالشرق الأوسط وأفريقيا منذ مقتل مؤسسها يفقين بروغيجين العام الماضي وإحالة مهام شركته إلى جهات أو تسميات أخرى الموقع الأوروبي رصد التحركات العسكرية الأخيرة لمعدات وقوات ضمت جنود النظاميين ومرتزقة في ليبيا مقدراً أعداد أولئك بـ 1800 روسي يتمركزون في مناطق سيطرة حفتر شرقية البلاد ويشير أولايزون فيغنر إلى الأهمية المتزايدة لليبيا في خطط موسكو التوسعية عبر القارة الإفريقية وخاصة بعد الاتفاق الموقع بين وزارة الدفاع الروسية وحفتر حيث يشرف عدد من العسكريين الروس على نقل المعدات إلى ليبيا وعبرها إلى دول أخرى بينما يختص عدد آخر بتدريب جنود الفيلق الإفريقي وقوات حفتر على الأراضي الليبية وفقاً لتقرير الموقع التقرير أشار إلى أن الفيلق الأفريقي وهي التسمية أو الهيكلية الجديدة لفاغنر في ليبيا سيكون بإمرة أربعة من القادة الروس الذين سيتناوب وجودهم بين سوريا وليبيا وسيقدمون تقارير دورية إلى نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف وباستخدام تقنيات الصور العكسية وأنظمة تحديد المواقع والذكاء الاصطناعي تمكن الموقع المتخصص في متابعة أنشطة فاغنر من تحديد أنواع العتاد والأسلحة الروسية وأماكن العسكريين والمرتزقة الروس وبعض السوريين في المرج وبراك الشاطي وقاعدتي الجفرة والقردبية ووصول سفن حربية روسية قادمة من سوريا إلى ميناء طبرق تحقيق موقع أولايزون فاغنر ليس الأول ولن يكون الأخير بشأن التغلق للعسكري الروسي في ليبيا فقد سبقه عدة صحف ومواقع أمريكية وأوروبية إلى ذلك محذرة من ذلك النفوذ المتنامي تحت أعين الحكومات الغربية التي تناكي ففوت في جبهات دونيسك وخركيف الأوكرانيتين لكنها تبدو قصيرة اليد أو عديمة الحيلة لفعل الشيء ذاته تجاه توسع روسيا في مناطق طالما كانت محضورة على الكريملين منذ انضلاع الحرب الباردة